قرر مدير الأمن العام لواء الركن أحمد سرحان الفقيه منع نشر صور منتسبي المديرية باللباس العسكرية للعاملين والمتقاعدين ولكافة الرتب أتضمن قرار المنع النشر عبر المواقع الإلكترونية وكافة مؤسسات الإعلام المختلفة إلا من خلال الرجوع والتنصيق مع إدارة الإعلام الأمني في المديرية من جهة ثانية واصلت شعب البحث الجنائي في المراكز الأمنية حملتها على المشبوهين والمطلوبين بقضايا فرض الإتواتي على المحال التجارية والمواطنين حيث ألقت القبض على 108 أشخاص منذ بداية العام وكيدة استمرارها بهذه الحملات